السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي تعمل توصية في ثاندر يعني ايه كلمة توصية توصية يعني واحد بيقولك في شركة انت هتعمل عليها منطقة شراء من كذا لكذا الاهداف 1 2 3 وقف الخسارة تحت 1.9 من 10 مثلا زي شركة نيوداب اختصارها او كود بتاحها ن اي دي اي هتدخل على ثاندر تعمل استكشف وتقول له ن اي دي اي تعمل بحث ن اي دي اي هو ما فيش الا شركة واحدة بس اللي هتظهر لك اللي هي اللي هي نيوداب بعد كده بتقول له شراء هو بيقولك اشتري فين اشتري من 1.95 لاتنين هتخش على اخر سعر اخر تداول مثلا 1.97 هنشوفه في الرنج ده ولا لأ اه في الرنج ده من 1.95 لاتنين يبقى فعلا في الرنج ده ممكن اشتري طيب الاهداف اتناشر خمسة من مية اتنين واثناشر من مية اتنين واثنين من عشر يعني ايه الكلام ده بقى يعني انا عشان اكسب هعمل جزء من الاسهم مسلا لو عندي مية ساهم هخلي مسلا خمسين ساهم على اتنين وخمسة من مية وتلاتين ساهم على اتنين واثناشر وعشرين ساهم على اتنين وقف الخسارة اللي انا مش عايز الساهم يقل عن واحد وتسعة من عشرة اول ما يقل عنه يبيع على طول بتقول له شراء بتقول له طلب بسعر محدد ده في حالة ان تكون مفاعل خاصية اللي هي بمية جنيه في الشهر وتقول له السعر اللي انت عايزه اللي انت تشتري به واحد سبعة وتسعين واحد علامة تسعة سبعة عادل اسهم مثلا على حسب فلوسك مثلا قلت دول باتنين جنيه قلت مسلا هعمل عشرين ساهم وقل له مراجعة الطلب وتبدأ يقول لك جاري المراجعة ويبدأ اشتري لك عشان تبيع هتقول له برضو نفس الكلام هتقول له بيع بيع بس الطلب بسعر محدد هتقول له بقى الاهداف عندك اهداف ايه اول هدف اتنين خمسة من مية او اتنين سبعة وخمسين من الف اللي هو اول هدف ده هتقوم عامل هنا البيع هتدخل بقى على البيع وتقول له السعر المحدد اتنين زيرو خمسة سبعة وتقول له مسلا عادل اسهم مسلا انت كنت عامل كله عشرين هتخلي مسلا المكسب مسلا خلي عشرة هنا وتقول له بيع مما تقول له تخصيص الطلب هتقول له صالح لتاريخ معين هتقول له صالح لمدة يوم يعني جلسة واحدة في التداول وبعد كده هتقول له بيع هيقول لك تأكيد هقول له تأكيد ما فيش مشكلة بعد كده التوصية التانية بيقول لك اتنين واتنشر من مية بتعملها ازاي بتكتب اتنين واتنشر طبعا انت عندك عشرين ساهم احنا جبنا منهم كام عشرة في الاولانية يبقى نعمل مسلا خمسة هنا خمس اسهم على اتنين واتناشر بحيث اللي انا اربح الفرق ده واقول له بيع صالح لمدة يوم واحد واقول له مراجعة الطلب وبعد كده اخر طلب اللي هو اخر هدف اتنين وعشرين اخلي كام مسلا عامل عشرة في الاول ودي خمسة والاخر مسلا عامله خمسة على اتنين وعشرين هSM هعمل هنا السعر اتنين وعشرين نغيره اتنين واتنين من عشرة واعمل خمس اسهم يبقى خمسة وعشرة وخمسة خمسة هيب عشرين واقول له صالح لمدة يوم واقول له مراجعة الطلب و vocabulary تأكيد الطلب وابقى اكد اعنا بيعت العشرين ساهم بايه الاول اشتريت العشرين ساهم بواحد سبعة وتسعين بعد كده عملت احشرة 10 اهداف 10 اسهم على هدف اتنين وخمسة من مية بعد كده خمس اسهم على اتنين واثناشر بعد كده خمس اسهم على اتنين وعشرين طيب وقف الخسارة بقى اسفل واحد وتسعة من عشر يعني اللي انا بقوله ما تقلش عن يعني انا شاري بواحد سبعة وتسعين انا مش عايز اخسر عن واحد وتسعة من عشر يعني واحد وتسعة وتسعين من مية يعني عايز اخسر بس سبعة قرش تمام لو انت عايز تقوله وقف الخسارة بتدخل على ثاندل بتقوله بيع بس طبعا هنا البيع مش مش شغال عشان السوق مش شغال السوق بيشتغل في صندر من عشرة لساعة واحدة ونصف رمضان. من عشرة صباحة واحدة ونصف دهرا. طيب هنقول له هنا المفروض بيجي لك هنا بدل شراء جمع جمع على يمين شراء وعلى الشمال بيع. بس طبعا ما فيش هنفترض ان ده مسلا الشراء ده هو ده البيع. وتقول له طلب بسعر محدد او بيع بسعر محدد. او هيقول لك سوري طلب ايقاف. طلب ايقاف الخسارة. او طلب ايقاف محدد هتضغط عليه وتحدد السعر اللي انت عايزه وعدد الاسهم اللي انت عايز توقف الخسارة فيها. طبعا ما ينفعش تكون عامل عشرين سهم. يكون عندك عشرين سهم. وتعمل عشرة هنا وخمسة هنا وخمسة هنا. يعني عشرة على اتنين خمسة من مية. وخمسة على اتنين اتناشر وخمسة على اتنين عشرين. انت كده خلصت العشرين سهم. فهو هيوقف لك خسارة ايه? يعني هو هيوقف لك خسارة ايه? ومش خلصت كل الاسهم في اهداف فانت المفروض تعمل ايه? يا رب اكون موضح لك يعني شوية. يكون مسلا عامل مسلا لو عندك خمسين سهم خلي فيه مسلا تلاتين سهم توقف خسرتهم والعشرين سهم البقيين تقسمهم نفس التقسيمة دي مسلا عشرة خمسة خمسة عشرة اول هدف تاني هدف خمس اسهم تلت هدف خمس اسهم ووقف الخسارة خليه تلاتين سهم ما تخسرهمش يعني اكتر من من نص الاسهم الخاصة بيك تبقى انت حافز على رسمالك وانك انت ما تخسرش لغاية مبلغ معين تقول له التلاتين سهم دول هتقول له وقف الخسارة اسفل كزا واحد وستعم عشرة هتقول له الطلب ايقاف بسعر محدد وتقول له السعر واحد وتسعة من عشرة وعدد الاسهم هتكتب تلاتين تمام? بعد ما عملنا كده هيجي لك هنا هيجي لك هنا انامل الخلف هنا هيجي لك في الرئيسية هنا الحاجات اللي انت اشتريتها يعني الاسهم اللي انت اشتريتها حلو الكلام? الاوامر بقى لو ضغطت كلمة الاوامر وجبت الكل هيقول لك مسلا انت شاري هنا عامل هدف مسلا خمستاشر سهم اه باتنين وخمسة من مية عامل خمس اسهم على اتنين وعشرين عامل خمس اسهم على اتنين ما نشوف بس الارقام كام? خمس اسهم على عشر اسهم على اتنين خمسة من مية وهيقول لك انت بردو هدبي خمس اسهم لما سعر يوصل اتنين واتنشة من مية وعملت خمس اسهم على سعر اتنين واتنين من عشرة كل ده هيقول لك كل ده في قيمة الاوامر لو ضغطت كلمة الاوامر هنا من عملنا ايه? عملناها ازاي من رئيسية وضغطنا كلمة الاوامر هنا. هيظهر لك نفس الكلام ده كله. هيجي لك خمسين سهم مسلا مسلا بسعر تمانية ستة وعشرين. ده مكتوب عليه مكتمل. يعني تم شرائه. هنا مسلا. هنا مسلا اربعة وخمسين سهم بسعر واحد سبعة وتسعين من مية. كود الشركة هنا كود الشركة كل حاجة مكتوبة. فاحنا كده عارفنا ازاي تعمل توصية. يعني ايه توصية? يعني توصية من شركة محترمة او واحد ان توصق فيه في التداول. في مسلا مواقع زي رامبل ثاندر رامبل ثاندر هسيب لك الرابط في الواسط اسفل الفيديو. ده بشتراك متين جنيه في الشهر. طبعا انت بتجيب اكتر منها بكتير جدا. آآ بيجيب لك توصيات بيجيب لك دعم فني اللي يرد على تساؤلاتك. حاجات كتير جدا. وفي جروبات ان انت بتشترك عليها في رامبل ثاندر. ممكن انت تشترك لمدة تلاتين يوم مجانا في الموقع. لو انتو حابين حاجات زي كده انا اقولها لكم في القناة عندي. واشرح بالتفصيل برنامج تاندر. وازاي تربح منه وازاي تضارب فيه. وازاي تستثمر فيه. قولولي في التعليقات. هقولكو بس حاجة بسيطة عن المضارق بين المضاربة والاستثمار. المضاربة انك انت تشتغل يوم بيوم. مسلا معاك مبلغ مية جنيه خمسمائة جنيه. هتشتغل عليه مسلا لو معاك مبلغ مية جنيه. الهدف الخاص بك مثلا هتوصله مية وخمسين او ميتين جنيه. فانت بتعمل مضاربة يومية. يعني بتشتغل كل يوم. بحيث انك انت بتشتري اسهم وبتربح ربح بسيط بس عشان تكبر رسمالك. اما الاستثمار لو انت تقدم مثلا اكتر من شهرين تلاتة سنة او اكتر انك انت بتستثمن فلوسك مثلا في دهب في اه اسهم شركة تانية او كده. فانت ممكن تعمل او لو انت طبعا لو انت عايز تستثمر على المدى الطويل اوي يعني ممكن تعمل سنة خمس سنين اه تلات سنين ايا كان المدى عشر سنين. لو انت عندك مال بلغ كبير مش عايف تعمل بي حاجة ممكن تستثمره في سنة دي ادخار او تشتري بي اسهم دهب. كل ده احنا سنقول ان شاء الله في الفيديوهات القادمة بازن الله. انا هسلط الضوء على برنامج ثاندر. واسب لك في الوصف. وفي اول تعليق مسبت رابط البرنامج. واقولك كل حاجة بالتفصيل في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته